احنا 300 ألف سنة ده المفروض انه انتعارف في فيلم شيء كانوا مليون سنة قبل الميلاد فيحلى عندنا 300 ألف عام من اللي انت تتكلم عنها من القوف ده عمر البشرية عمر الخضارة الإنسانية ولا اني تاريخ بالزبط 300 ألف سنة نقف عنده 300 ألف سنة هو يعني أقدم حفرية وجدت للإنسان اللي هو ما يسمى الإنسان العقل اللي هو هوموسيبيون اللي هو الإنسان الإحنا يعني البشر الإنسان العقل دي كان قبل كده كان التاريخ هو 200 ألف سنة حتى فترة قريبة في 2017 وجدوا في المغرب في جبل في المغرب حفرية تعود ل300 ألف فمدت 100 ألف سنة في عمر البشر العقلين يعني عمر الحضارة عشان برضو حضرتك ذكرت الحضارة هو يعني تقريبا 10 ألف سنة ده بداية الزراعة أو ممكن نقول 5000 سنة اللي هي الكتابة فده المغرب ما بين 300 ألف وخمس تلاف فطبعا عشنا بداية كتير قوي هي دي الفترة الأساسية اللي يعني ايه تكونة فيها جزور عواطف البشرية الانفعالات وإحنا طبعا شايلين كل هذه الفترة في داخلنا طبعا في حاجات كتير جدا يعني فدي طبعا فترة احنا يعني بسبب ان احنا عايشين عيشة الحضارة يعني ما بنجيش ناحيتها فترة غاطصة في الماضي والتاريخ اللي هو اللي نعرف هو التاريخ المكتوب اللي متسجل الفترة دي طبعا هي فترة غير مسجلة فبنعرف عنها ازاي بنعرف عنها بوسائل كده تشبه وسائل اللي هو بيحققها في الجرائم بيبتدي يشوف حفريات يشوف ويتصور الناس كانت بتعيش ازاي لأن احنا ما نقدرش نعرف ما سابوش حاجة مكتوبة ما سابوش فبنشوف من الحاجات المادية زي رسوم الكهوف زي حفريات زي كزا بس طبعا الحاجات اللي بتخرج عن هذه الأمور أو يعني اللي تقدر تستنتجها من الحاجات مذهلة يعني أشياء مذهلة تقدر تستنتجه وما زال طبعا يعني جزء كبير غاطس في الظلام يعني وما فيه شكل تعرضت أيضا لنظرات التطور ضمن هذا الكتاب باعتبرني ليمكن الحديث عن البشرية أو عن الإنسان العاقل بدون الكلام عن نظرات التطور لكن خليني قبل ما أسألك عما كتبته عن نظرات التطور لدروان الكتاب معمول بطريقة أسئلة جواءة يعني مؤرقة مقلقة منزعية من قبل ابنة حضرتك أو ابنة الكاتب في الكتاب وقد دي هي تشعر بالخوف نتيجة كورونا والضغوط اللي كانت فيها أسداء الوباء والأب يجيب عنها أو عليها في فصول متعددة كلما قرأت فصلا أضافت أسئلة أخرى فيترد عليها بجواب آخر خليني أسألك عن اختيار هذا الشكل في الكتابة هل التقريب هل تمثيل والتشخيص أزمتنا من خلال الأسئلة تبدو مطروحة على الجيل الجديد؟ هو طبعا يعني أنا كان عندي فكرة الكتاب وبشتغل عليه وفجأة جات لنا الكورونا والكورونا زي ما حضرتك عارف يعني كان لها يعني فايدة جانبية أنها خلت كتير من المؤلفين عبر العالم يخلصوا شغلهم لأنه الناس لقيت نفسها عادة في البيت فتقعد بقى على المكتب وتشتغل فأنا حصل لي نفس الشيء ولكن فجأت أن الكورونا دخلت في نسيج الكتاب لأسباب كتير أولا الكورونا أشعرتنا أن إحنا لأول مرة وده كلنا جالنا الشعور ده أن إحنا أسرة بشرية بنواجه عدو حتى إحنا كنا بنستخدم دايما عن الفيروس لو حضرتك ومازلنا يعني إحنا لسه برضو يعني لما نخرج بعد من هذا فكنا نستخدم دايما قصة العدو بنوصفه العدو وماذا يريده الفيروس وعايز مننا ففي شعور كده حصل تلقائيا بالتضامن الإنساني وأنا بكتب قصتي عن البشر بوصفهم أسرة واحدة التاني شيء لاحظت أنه قصة القلق والخوف اللي صاحب كورونا وطبعا هو قلق يعني إحنا لم نعتاده في حياتنا العادية هو حدث فارق لأن إحنا طبعا الأجيال الأخيرة حتى جيل حضرتك ويمكن الجيل السابق كمان يعني جيل والدي والأجيال دي عاشت بطريقة تختلف تماما عن الطريقة اللي عاش بيها معظم البشر عبر التاريخ عبر التاريخ البشر بالنسبة لهم شيء عادي أنه تحصل كارثة شيء عادي أنه يواجه وباء وياخد نص السبكان شيء عادي أنه يجي فيضان يأكل لكن إحنا في آخر يعني من الخمسينات كده بنعيش بطريقة فيها قدر من اليقين أنت تتصور أنه بكرة حيبقى في إيه تقدر تتخيل أن الأمور ماشية في مصارها المعتاد وكذا الكورونا دي جات عشان تفكرنا بمصار التاريخ العادي لا التاريخ كده وحتى حضرتك تقدر تتصور القصة دي من إيه أن الناس أول ما جات الكورونا يبتدوا بدأوا يقولوا إيه فين الحل لا إزاي سيبيني حكاية كده إزاي ما فيش حبة لأنه متصور أي مشكلة لها حل سريع هو عايز اليقين اللي هو عارفه العالم الرتيب العادي واي قصة لها حل وهكذا الكورونا فكرتنا بقصة التاريخ كما هو التاريخ هو كده هو أزمات وأزمات قاتلة شعور أزماتنا الطبيعة من الطبيعة أو من البشر أو من الحروب إحنا بنعيش في فترة البشر لم يكفوا عن منحنا حروبا وأزمات طبعا بس الحروب اللي إحنا إنما الطبيعة كانت روضت شوي الطبيعة روضت وحتى الحروب حضرتك إحنا في فترة يعني في بعض العلماء يقول دي أكثر فترات العالم سلما حتى رغم أوكرانيا والكلام ده كله لأ الحروب قبل ذلك كانت حروب بتبيد شعوب إحنا الحروب يعني كم بيموت كم واحد في السنة عبر السبعين سنة اللي فاتوا منذ الحرب لآخر صراع كبير والحرب العالم التانية بيقولوا اتنين في المية بيموتوا في فدي زي حوادث السيارات أما دي عدد ضحايا الحروب والقتل اللي هو حتى زائد الجرائم زائد الجرائم يعني العنف حصلت العنف اتنين في المية أصبح أهل بكثير قوي قوي من زمان طبعا طبعا إحنا لما بنشوف التاريخ لا الحرب شيء متكرر وشيء يعني موجود في المصاري البشري المصاري البشري هو دورات متتالية من بناء الحضارة ثم يجي وباء يجي حرب يجي كذا يعيد الكرة من الأول خالص ولهذا السبب فضل مثلا عدد السكان البشر يعني لغاية سنة 1800 أول مرة البشر يوصلوا لمليار سنة 1800 يعني يعني سنة واحد كان مثلا عدد البشر 250 مليون من 250 مليون عشان يوصل لمليار خاد له 1800 سنة لكن من 1800 للنهاردة النهاردة 8 مليار فالنطة كبيرة ليه النطة دي حصلت عشان الحروب قلت التكنولوجيا طبعا ساعدت على البقاء العلم فالكورونا كانت سبب أساسي في أن أنا أبتدي أتكلم بنتي التي شعرت بالقلق من كورونا وبدأت أفتش يا شعر من القلق ليه لأنا أول مرة تواجه هذا أول مرة تواجه المجهول المجهول ده اللي هو شيء وطبعا هو الألأ أنا بحلل يعني بابتدي أتكلم